موسيقى 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 موصيقى محبول موسيقى 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 ايه يا دلال حضرتوا يا ابنتي الطلبية بتاع الحاج نصر انا ديت الأوردر لزاكي من اول ما وصلني حاج أوردر وزاكي انتوا هتشقعتوني البعض ايه الحكاية الرايج زعلان من النه مفيش حاجة حاجة فيه شوقت ما وقس بس نكملها من السوق نفس الكلام الخايم وبعدين بقى انتوا هتعرفوني حضرت الطلبية الطانطان ايوا يا حاجة ده سا طبقتي الورق وتعلي وراك حاجة اتفضل يا حاجة برضي يا حاجة هو انت مش هتبطل الحركات دي بقى حركات حركات يا بنتي اعملتها حركات انا ديت امسك الورق انما ايدي مدت نفسها ومسكتك ايه فيه ايه وانا فيها كهرباء ايه حاجة زي كده اخد بالك بعد كده عشان ما يحصلش المس يحصل المس هو لس هيحصل المس يا بنتي المس حصل وخلاص حصل فين حصل جوه جوه وين في قلبي انت مش حاسة ولا ايه يا حاجة هزعل انت ليه محسسني ان في نظرك مش تمام مش تمام واح تزعلي تزعلي لما انا قلبي رفرف من جوه لما بشوف عالصبح الوش السمح ده ولا عناية بتزغل لما بلاقي بتسامتك الحلوة دي بتنورلي الدنيا ولا جسمي كله تراش لما بشوف القالب اللي احلى من قالب الزبدة ده قدامي يا حاجة كده كده كتير قوي لا هزعل انت فاكرني ايه شمس يا بنتي بتعني زيحي ولا ايه صباح العصفير يا حاجة يخرب بيت العصفير دي خلقت واحد يقول عصفير ومان من يقول صباحة العقارب صباحة الحمير جاءت يا خيبة على منظرك انا عملت ايه حاجة سيب ده متعملش حاجة همشي طلع برا همشي هدي عصبك الحاجة مش كده ده امرني بحاجة تانية السلاف الله العظيم انا بصراحة نفسي امرك بحاجات كتير بس بس مش وقته طيب الحاجة ساعد برا جاءتو خيبة ما انا شفت خلقتو خليه مرزوه برو دلوقتي لما رجع الوراق اللي انت جبتي ده اناي انا اذنك يا حاجة اذني اذني كله معاك لا اله الا الله بصراحة ربنا البيت دي حاجة ما تتسبش معقول يوسف الدقاء سلامه قوله من رب الراحين ايه يا حاجة جاد مالك كنت شافت مين يعني تخضيت ليه قوي كده ما شفتني اصروا سبحان الله لسه شايفك في الموسك في مصر من يومين هلعيك في موسك الصين النهاردة معقول احنا بسابعة رواح بقى بدعانك ايه بقى لك هاديه هنا من اسبوع وانت انا اكتر منك بشوية اه اهلا وسهلا اعرفك اعرفك كوكو تيه من قيلة مين في الصينة كوكو الا 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 ده انت بقيت شيخ حارة اهو في الصين يا حجاء ها ها اعرف الصين انا اعرفها زقاء زقاء وحارة حارة والمرة دي بقى حاجة بضاعة مش هتعرفت اضربوها تقلص يا يوسف هدقاء عارف ليه لان انا بقى واصل لجد كوكو اللي انت بتقول عليها دي ما تخلينيش اطلق عليك الحج السيد بنفسه وانت شايفه يعني شهيني من دماغ جوكو المهم يا جوك اي اوامر انا في الصينة تحت امرك الله يا كرمك كلك واجب انت ان شاء الله مسافر امتا يا عم مسافر فين يا عم انت اللي مسافر امتا انا قدامي يومين كده وانت بعديك بشوية ان شاء الله بعديك بشوية داي سلام بقى عشان ما استاسم الله ايه على فين يا حج عندي معاد معلولو بنت عم كوكو والله ايه طب خد بالك ان الفرح اللي بتتكلم عنه ده في مضروب كتير بس مش فرز رابع عاييوش افاده اه سلام سلاما كوكو مشيني مع فارخ الصيني التركة انت اللى مراهك علينا قوي كده يا جياذ انا يعرف يلا جبتليك كلامي بيقول عليك الفرز رابع ها له هلو ايوا حج ايوا حج الأخبار مش حلوة بصراحة مش حلوة الأخبار مش حلوة بقولك هو فيه غيره الزفت اللي اسمه جاد ها؟ ها هو الزفت ده وبعدين بقى يحكيات جاد دي واحنا في كل خرابة حيطلع لنا جاد تلاقي دا هيا لله تلاقي شوف لك حل وبعدين يا يوسف يا ابني دا انت حبيبي انا جاد دا من ساعة ما قبل كده ادانا زومبا وعمل الصفقة بتاع الساعات دي انا بعديها جبته الارض كتاف وبعدين بقى يا ابني يا يوسف شوف لك حل دا انت دلوقتي بتقول حافظ الصين دي زي ما تكون مصر واكتر خلاص اتصرف انا المهم عندي تجيبلي ارخص سعر ايوة انا اعرف انهم بيعملوا الحاجة فرز اول وتاني وتالت شوف لي فرز خامس سادس اي حاجة لا بقولك ايه انا مش عايزك تحمل همه خالص يعني انا عايزة بيع الجلد هنا بسعر مايتذكرش خلي جات بقى اشرب الجلد اللي هو جابه في الكنتنرات دا اسمعوا انا انت حبيب يا يوسف وانت عارف دلوقتي يا ابني البلد اللي انت فيها دي متقدمة قوي ايوة ابني ابوك الحمد لله ربنا كرمني ومساعدني بكل حاجة بس المثل برضو بيقول اسع عبد وانا اسع معاك فانا عايزك تساعدني يا ابني شوف لي يكونوا عملوا عندهم حبوب جديدة كده مقوية ربنا يكرمنا فيها خلاص تمن حاجة يلا مع الف سلامة مع السلامة حاجة السلامة دوس انا جوح تقوي حرام عليكم وحيدوا يا بابي حبيبتي هيا عامل دينا اكلية النهاردة ما تيليش يا حبيبتي انا وصلت حسون على الكسل بالبشابل اللي انت بتحبيها ربنا يخليك يا ليا بحبك قوي ويخليك يا ليا ويروق بالك دايما يا رب امين يا رب ولا يا ابدا مش جاي ولا ايه انا موجود يا حاج ايه بقى دا الاكل شاكله يجنن بالهانة والشيفة ايه جعت قولي يا حبيبتي قوضي الحمامة دي كمانة الحمام دا كويسة الحاجة انا كان نفسي فيها يا ابني نفسي فيها ايه تعملوس الوطر اكل نشافوا ده يبانه تعمل ازاي شكرا يا حاجة رب دراك الفراخة دخرت ليه حد يستعجل دوسة يا اخوانا الفراخة يا دوسة هات يا هات يا ست ايو معا ايو عينا خد انت ايو عينا خالص اخوك حبيبي الاول هو انا عندي غيره هو دا واحيد هو دا حبيبي ربنا اتخليك يا حاجة بس يعني الحدنية دي كتير عليك انت عبيبي يا ابني هو انا خلفت غيرك دا انت الحلو الجميل اللي فيه وما بيانت ربنا اتخليك يا حاجة اه دا اول ما مرحبا ما مرحبا ما مرحبا ما ما مرحبا اه ما مرحبا ما مرحبا ما ما تقول ما مرحبا انت قايف كده ليه ومساهم ومساهم وبدأ نعنيك في الأكل سممته معلش معلش يا حج تلاقيه سراح ولا حاجة انت ايه ما بتبقش خالص بقف خمار يعني بتبصلي كده ليه دلوقتي يا حيوان انا مش حيوان انت كمان هتبجع فيي يا كلم ليه بس كده يا حج حرم عليك لزمه ايه بس يا حيوان يا حيوان يا بس وحيد اسcra niño التي ت blasan هذه هي ح الج pole يا ريك العالم الان ち estabel السقned اه 만들어 اهدت عليه الحبيض اهدت عليه معكم صورا مرزي واو بصرعة اتحرر ايه؟ انا مش رهم الحاج الصبر ده اللي جلاله عشان تجربتك نوراك المستاشفة كده ايه ده يا حاجة هتبقى لكل حاجة دلوقتي لا 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 بعد ايذنك وضع ادخل ياهلا وسهلا يا حاجة اه ازاي الحال دلوقتي تطامنني؟ يا حميد وحاجة ربنا ما حرمناش منك الحمد لله يا ربنا تطامن عليها انا معايا ضيوفا كمال خليهم يتفضلوا يا حاجة ياهلا وسهلا دي يا حاجة اتفضل يا حاجة ايه يا عم صابسة ايه ده؟ ايه بقى الحركة الزفت اللي عمك ده معايا دي؟ ولا حركة ولا حاجة يا حاجة ابن الكمال كلمني عشان امه تعبانة اوديها الاصر اللي عيني والت عارف يا مسرحتش في الاصر اللي عيني كده قلت اجيبها هنا اقعد بقى معابة اخده في حضرك واتصافه مع بعض ابوك يا كمال اتفضل يا حاجة ايه السلام امم ارتحت بقى ادلوقتي جارجارتون لغاية هنا عشان اتفعلوك وعشان بالمستشفى اقسم بالله معرف انك انت جاي واللي قاله لك الحاجة يا جادة هو اللي حاصر بعدين ما انا عارف ان انا لو كنت اتصالت بيك مكنتش هترد علي طبعا مكنتش هرد عليك هرد عليك بتاع ايه؟ بقى دي ما عملت لي فضيحة فى الوكالة وقديم الناس اللي يسوا اولي بايسوا اش ما هو ما كانش ينفع أسيبهم معيانة ومريضة وانت مش عايز تديني حقي وكمان انا معايش فلوس واسكت حقك حقك ديالة جيكاك يسر حقك قال حقك قال انت فاكر انا حجيب مطبعة فوقت مطبعة لك فيها فلوس وانت يا حبيبي مش حبيت تقع جميل ستة امك خلاص خلات نفعك صحيح مش هننفع بس نفعتك انت يخير اللي انت فيه ده كله بسببه فلوسي اللي ضحكت علي وخدتها مني واخرتها رميتني رميها دي نعم فلوسك فلوسك ده ام وفلوس جراها ولية انت فاهم ان فلوسك ده هي اللي معايشاني في الاعز والنعيم ده ده ربنا سبحانه وتعالى وبعلم فلوسي دي انا عملتها بعرق ايه وبجهدي وكفاءة ده انا ربط لك ابنك اللي غلط ما بقى زي البغل وعلمته كمان علمته ده انت ممضيني على كنبيالات بقى اكتر من اللي صرفته عليها مئة مرة اخرس انا انت معندكش امام ربنا انت مش عارف ان ربنا في القرآن الكريم قال المال والبنون زينته لحياة الدنيا وقال المال الاول انا ممضتكش غير على اللي انت اتصرف عليك وبس لا 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 مش هي دي الحقيقة واحد افترض اللي انت بتقوله ده صح فيه اب يمضي ابنه على كنبيالات عشان يصرف عليك يعني بتطلعني كذاب يا كذب طبعا ما انت ترباة واطية هتقول لي اغير كده لكن لا انا مضيتك لاني عارف انتوا لاس واطين ناس متغازين مني حاقدين علي عايزين تمصوني وتقلبوني ايه ده ايه ده ايه حاجة صوت هتطالع لغاية برا انا جايبكو هنا عشان تتصافوا مش تتخلقوا مع بعض ايه خلاص انت ملكش دعها خالص انت اللي عملت فيه كده انت اللي جايبني للعلم السوي ديه علشان يسموني بكلمتين مسمومين من عندهم دول كل اللي عندهم انهم عايزين يحرقوني عايزين يقلبوني يا تكنيلة عليك وعلى قريتك وعلى شعرك ايه؟ حاسب يا الله والإيمان الوكيل ايه ده حاجة انتوا على ما طرفوش ربنا ايه الا الا الله حاسب يا الله والإيمان الوكيل لا حاول ولا قوت الا بالله الرجل سايب ماشي لحمه ودمه وماشي على طول وقت فوجه انا اسفة كمال انا مكانش قصدي انا كان قصدي انك تتصافوا مع بعض انت كان اصدك خير يا حاجة بس من فضلك ما تعملش حاجة زي دي تاني الا لما تاخد رأي الاول لا عينة كمال تحت عمرك حبيبي وبعدين ما تعتلوش هم انا دفعتلكم حق المستشفى ما ننحرموش منك ابدا يا حاجة جيد من جوب اللي حصل مع سيد وانت مرعين يا اخوي ربنا يكرمك ما تجيلك علقة دنيتك افضلك علينا في تلك عيب يا كمال عيب افضل ايه والكلام فارغ ايه جدك اللي ارحمه ابو والدتك ليه فضل علي علمني السوق علي حق انا عايز اقولك حاجة يا كمال انا مليش اخوات صغيرين انا بعتبرك اخوي الصغير ربنا ما يحرمنش منك حبي ولا منك حبيبي يا الراجل جاد الزفت ده طول عمره بيتغاز مني وبيحكت عليها زي العلم البلاوي اللي خدني عندهم دور يا حاول يا رد الماء انا بدهوا اشير بقى حاجة بس انت في حاجة مدقاج غير جاد يا حبيبي لا بطرورة يلا بقى السلام السلام ليه هاجي معاك هاجي معاك هاجي معاك فيه انت ماكش عربية لا موزك عاد عليها الصبح وروحنا المخزن وجينا علي هنا على طول خلاص لو وراك حاجة ممكن اخد تاكسا فيش حاجة راجل تاكسا ماشي بس عاجبني انت فييس اخد تاكسا اخد تاكس ازاي بقى وانت معاك فلوس؟ مع ايه؟ ايه؟ يا خبرة بيض الفلو يا زاكي 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 هاي هات الفلوس ايه الفلوس ايه انا عديتهم مرة تانية وتلوه تمام طيب بقولك ايه؟ تقاملني الصبح على باب البنك هاوضع الفلوس دي وادكوا وصل الاداعة تاخدوا يبقى على مكتب الحج الصبح هيجي اليه تؤمورني يا برينس قلتلك مئة مرة ما بحبش برينس دي تقاملني الصبح تقاملني الصبح فضر وصحة السلام يا برنس سلامتك يا يوسف ألف سلام عليك يا حبيبي والله سلامك يا حاجة دوسة تعطي نفسك ليه بس وجيتي ايه يوسف اللي انت بتقوله ده يعني هتعرف انك في المستشفى وما تجيش ألف سلام عليك يا حبيبي والله دي كانت هتوقع من طولها لما عرفت الخبر يا 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 للدرجة دي طبعا يا حاج مشان لدي ربيه هو لسه في اللفة اللي هيجيله ضربة في ايده وفي قلب اللي عمل فيك كده على كل حال نحن ضربنا الجرح طلع سطحي إنما أنا كنت هسوخ على روحي والله لما شفته الدم بيشر منه حاجة سيد يا لالي طب الحمد لله أنا أطمنت عليك طب دي ليه موبايل حتى أقول ليه يا أخبارك ايه معلش يا حاجة والله ما عارفة أقولك ايه مش عاد في حتى تقول ليه اتفضل حفظ الله أفع الباب ولا مش أحسن يا خبر يا حاجة ده كلام تقوله برده ده احنا النهاردة زرنا النبي عليه الصلاة والسلام يا ريس أطوى السلامة السجتم مدلل ده لحمها وشحمها أهلاً أهلاً يا حاجة ربنا يبارك فيك يا مرحب صد يا حاجة هروح أعملنا في القهوة بتاعتك لا لا أعود مش عايزة حاجة ولاش قهوة يا حاجة الله يا أهلاً يا سجتم مدلل لأنا اليوم ندل في ظروف وحشة قوي خير يا أخوي يا كفى الله الشر إن شاء الله يكون خير يا رب الوقت ابن يوسف بعيد عنك بين الحياة والموت تلقوا علينا جماعة صيعة بلطجية ومعهم سلاحة وهو الوقت يمرمي في المستشفى ربنا يا أصدر لا إله إلا الله معلش يا حاجة معلش هروح أعمل لك حاجة كده تشربها تروق دمك مواطنك وقاضي مش عايز حاجة ما تسمع كلامه وتقاضي يا بيت طيب يا أما بالراحة الله ممكن يا ست أفهم بنتك ما جاتش الشغل إليه ما انتش عارف يا حاجة الله هو أنا سألتك أنت إيه الله هو إيه أصله ده أيوة صحيح هو سألك أنت بيسألنا أنا بتدخلي نفسك في الموضوع إليه وهو يعني كان جابت محامي ليه؟ أيوة يا ست جابني محامي نقطينا بقى بسكاتك حاضر مش هانطقهو شوف يا حاجة أنا حتكلم معك كلمتين كده من غير للف ولا دوران وأني أعمل كلام وأنا أعلم ربنا لا بحب اللف ولا الدوران أه وأنا بنتي صراحة بتحكيلي على كل حاجة وقالتلي يعني لم أخذ أنك إنت عينك منها وأن هي حاولت كذا مرة تفهمك أنها ملهاش في العوج لكن أنت برضو حطت في دماغك تقطع عيشها أقطع عيشها؟ أعوذ بالله أنا أقطع بإيدي عيش دلال ما هو لما تبقى حطتها في دماغك كده يا حاج تبقى فاهم لم أخذة يعني أنها سهلة وممكن يعني أعوذ بالله أعوذ بالله ما تكمليش يعلم الله بص يا ست الحاجة أنا بصراحة ربنا ربنا مديني من واسعة مال وبنون وكل حاجة بس حياتي فضلا مفيش حد في حياتي أنا قريب منه فعلا أو أحس إنه بيحبني فعلا فأنا منتك بالنسبة للوقتي وأنا بقول بكل صراحة بقيت زي الوردة يعني هي لو اختفت من حياتي هتبقى دنيتي كلها حاملة زي الشاي الماسخ وبعدين يا حاج وبعدين أنا جاي لك دلوقتي بما يورد الله أنا جاي لك ده على سنة الله ورسوله برضو يا حد هتنشي يا تسدني لوحدي وبعدين يا بنتي ما عنا اتفقنا على كده طيب بقول لك ما دخليني ننزل الشغلة معاك ديني يوه ما انت قاعدة بيتك معززة ومكرمة وزي الفني ما انت يا حاجة وقلتلي هتجيلي يومين تلاتة في الأسبوع بس تردى يعني إن مراتك تقعد وشها في وش الحيطة وش الحيطة إزاي بقى انت مش قلت إنك هتجيبي أمك تقعد معاك في البيت جرى إيه يا حاجة هو انت مش عايز تصبح بوشي ولا إيه على قلة بقى قدام عينيك وانت قدام عينيك يا سلام هو أنا هقدر أستغنى عنك أبدا ده النفس تبضلي قدامي كده ليل ونقار على طول وبعد ما تقلقيش دلوقتي الموبايل قرب المسافات طب بقول لك يا حاج ما تفتح لي كده محل ولا بوتيك على قل يعني تسلى في غيابك لا إله إلا الله محل ولا بوتيك لا بقول لك إيه إذا كان نفسك قوي تنزل الشغل من بكرة ينزل الشغل أنا ما عنديش أي منا ده الزيارة هالي عن باز والله أهلا 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 يا مرحب أهلا بكم شو بقى حاجة سيد في الحقيقة أنا جيت لغاية بيتك أنا عشان أحطي إيدي في إيدك عشان ما يبقاش في بيننا مشاكل ولا عداوة هو بصراحة ماينفعش يا حاجة سيد إن كل الدنيا تبقى فاهمة النجاد هو السبب في قتل أستاذ يوسف والكلام ده مش مظبوط طبعا الله 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 إيه يوسف إنت سياحة للحاج وقلت إنه قلت له قلت له لا لا عزب الله ده كانت ساعة الحادثة كده يعني وكان له واحد أعصابه برضو أنت فاهمستك كله وكلمتين في لحظة غضب وخلصه يعني صافيا لبن؟ حليب يا إشتا قولين يا إشتا أخبار الشغل معك إيه إن شاء الله لا ده رزعلنا منك بجد يا حاج يعني ينفع تروح تشتري دمك من بره وما تجيش عندي؟ لا لا دي عندك أنا غلطان الله هي الهانم شغالة في الأزياء الرجالي أو ليه؟ أنا كل اللي عندي ثنيهات صيني بسم الله لا لا ثنيهات يعني مركيات مركيات حق مش صيني؟ لا أمريكاني وإنجليزي طيب الحمد لله أهلا 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 لا لا ده الواحد بقى يجي ماش محاول بقى نروح بره نشتري لبسي يعني الهانم الهانم تلبسنا يا سلام ده إنت هتشرفني هو إنتي مش قلتيني أن إنتي هتبعتيني زميلك؟ بكرة يكون عندك اتنين صحابي يا أمر إنتي بموت فيك طيب هنستأذي إحنا بقى علشان وقت تتأخرنا لا 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 نستأذنوا فين؟ على الطرق محد ماشي قعد يا رادي قعد قعد مجاني هنا تفضل تفضل عاصل الله لأنا ما صدقتكم موجودين أنا أصلي كنت هتعشل واحدة لأن الودة إهاب خرج وراها شوار وبعدين يوسف كمان يوسف وراها مشوار مهم ما هيقوم أنا اه اه هو مشوب الستات لمستنينا كلها كان دا طب طب بالهان والشيفة يلا بالهان والشيفة خاليك أخضر حبيبي بالسلامة أهلاً 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 خلاياة طلع بالتلاتة إحنا ظرنا النبي من الأرض ماشي يا حجيج ماشي 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 اه اسمع يا ابني بقولك ايه حاجة بقولك لو عايز تخش الفيلة ما تخشش من هنا بخش من ايه حطارة لها حلمطبخ ولا حاجة هو بيستتعر مني ولا ايه اقولهم ما يخافش مش حفضحوا قدام الغربة يا عم ما انت لسه هتحور وتقعد تتهتيهلي وتعملي ما تخلص اسمع ونفذ حاضر يا يوسف هنفذ اوعى كده اوعى كده من قدام العربية انا قلت مئة مرة السلم ده يتنشف كويس كان يا حاجة في ايه بس عالصبح مالك ايه اللي خلى السلم مبلول بالشكل ده هتنوتوني اكيد هو الواد الحيوان ده اللي عمل الهاكاية ده مالك انا بتبصلي بسماوية كده ليه انت سماوي في ايه بتبصلي كده ليه جا تكنيلة عليك وعلي امك ما تتغلطش في امي امي ما تتتشتمهاش السلم محروق اوي عشان امك طبي ايه قولك بقى ان انا حاش تم امك دي زي ما اعايز وبعدين امك دي كانت ستة افشة وكانت سريتها زي الزفت يعني انت عارفها هو مالك كنت بتنكرني للسنين اللي فاتت دي كلها انت تزلم على فكرة والكل الظالم نهاية ايه ده يا لنده ايه اللي بتهببه ده انت بترفع العصاها في وشي انت جننت ولا ايه فردوس نعم .. نعم يا حاك Wyanて Ayham مالش ولنبي يا حاك اله لا يسيقك عشان خاطر مالش مافاش حد اسيت حد انتا هترد عليها زفت واو الا ايه فردوس هاتي الكورماج وايلا انت لي هتضربه ابي طب تعالا قدامى ب нельзя انت الظالب حراقطك انت الظالب انا احنابك بالجاجب انت الظالب اطلاها قداما ياger انت الظالب اطلاها قدام يا زفتا الظالب aug mam I dad انسطورها يا رب لو يا حاج.. لو يا حاج و مراش حياتي الكربان اخرس يا خذب لكسر عطبك عبره حاضر.. حاضر يا حاج انا سايبه كتفني بمزاجة يا سيد سيد انت بتقول لي سيد تمان هتتجرع على سيدك اه 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 كان زمالك بتجهر مع الكلام مش عادة اه 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 افتح يا حاج افتح الله لي سيئك يا بابا كتف يا بابا كده حرام يا بابا يا بابا الحاجة عنا كانت الوえて موت في ايدك و لا انا انا كنت قدابه مدل ما توجع دراعا اه اه انت يا حاجة خاف على نفسك حيوموت في ايدك يا تجدين انت هو اخرس المصير افايا يا بابا لين عليكم وعنا ما شهر تنقون اه 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 ما عليش ما عليش يا حينا حقك علي انقلبي بيتقطع وانت بتتضربت حقك علي خلو دخل نشوفه يا حج ما عالش عاشوفه سبهوه مرمي زي الكلب كده لا يا بابا عشان خاطر عالي تخش الطابن علي الله ما خلاص بقى يا جدعان الله مش الحج اقلوك محدش يخش صبر مش عايز كتر من كده يلا يا اخوان يلا يا اخوان يلا ما عليش يا حج سيدة دقاء انت الظالم ومفترق وانا مش محبك سامعين انت هذا ابو اعمل فيه اكثر من كده اعني ما تحديني مياد نفسك يا تبادل ماجعنا ربيك ياه وبعدين لو انت مش عاود هنا اولا ديها واحدة لازم يتريني بره الفيلة حرم عليك يا بابا فيلة ده مليا فيها زي اي حاجة وانت عارف كده كويس عارف ان انا ابنك انت مش ابني انت ابن حرام اقلم مش ابن حرام واذا كنت ابن حرام ما يبقى انت الحرام بتقول ايه يا كالك اسمه علي انا مش عايزك في الفيلة هنا ما تقولهاش تاني انت مش ابني ومعارف عن شيء لا يا حج لا اعني لا ابنك ابني ازاي التلاخر بقى يعني ايه وحيدي بقى ابنك يا حج ازاي بقى ابني؟ كمال وراني ورقة الجهاز الوارف اللي بينك وبينهم وحيد 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 ايه يا ده مكان ترجوش بتكتب ورق حق ورق ايه انا فاكل حاجة عشان كده بقى دمك متعكر من ساعة ما جيت يا ستة انا انا ما نمتش طول الليل ما نمتش صحيح خير انت اعمل شر انت الان عيه اللي عبيت وليتو في الشارع وانت اخدو وواطف عليه يقوم يشبط فيا ويقولي انا ابنك والمصيبة ان اللي زقوا على كده يبقى ابني فعلا روق يا حاجة روق ما فيش حاجة مستهلة يا مستهلة مستهلة ونص كمان دي مصيبة سودة دي انا دم محروق بس انا مش هسكت مش هسكت انا همسك الوقت اللي اسمه كمال ده واخنقه بقداية اما الحاجة اللي اسمها وحيدة فهده لا يمكن حيخش الفيلا تاني لا يمكن لا يمكن ده ده ماضي ماضي زمان مراخ راخ بس اسمحني بقى يا حك انا عندي رأي تاني رأي تاني رأي تاني بابا 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 زي انت على بابا ما تدخنني ولا انت انا وتطردني ولا ايه لا يا فضل حلو هاو 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 ايه مالك اتخضيت كده لما شفتني كأنك يا ابني شفت عفريت وصادك لا يا ابن انا بس اتفاجئت يعني ما كنتش متوقع انك انت ممكن تتنازل وتجيلنا هنا ربنا يا فاجأك تاني اتقدر 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 اتقدروا قاعدوا خارفين ليه اهل 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 يا مرحب يا كمال معين فين اه الورقة اللي انت تلقوت لقول جهب علينا الورقة ايه الورقة ايه الورقة اللي امك ارتكى لك المورقة معايا انا مش حتخطها بقول ايه كمال حقل امك و الا انا ممكن افرقكم اسمع كمالك بص حبيبي اديني الورقة المتزوارة دي معاك دي وانا هقول يا دار ما دخلك شر كأن مفيش حاجة حصلت وعبسطك بعدها جدا بييني انت بس حسنينية ويشوف انا هعمل معاك ايه انا مش ممكن قبل والله ما تتعب نفسك وترد هني مديك وقتك خد وقتك فكروا و بعدين برد عليك وان شاء الله هنوصل الله خير بإذن الله فوتكوا بعافية انا مشامك الليكم سلام عليكم خلاص مشي هو كان مفهوض انه زمان خلاص مشي انما ربنا كرمني وخلانا شوفك حبيبي حمش بغير ما شوفك تعال يا بني تعال مالك انت خافت ان ايه ده انا حبيبك انا بطلع بطلع كده و بعدين بانزرع انا مفيش انما انت احبب حد عندي يا حبيبي ده اقول الله وقال انا كنت مكسوخة رواه بالوقت مش عارف اودي وش فين من بنت صمر ومن ست فردوس الناس بيحبوك قوي انا معرفش ان ليك الشعبية الكبيرة دي ده انت غازم تخدش الانتخابات بيه بقولك اه كمان انا اعمد حبيبي معي ممكن والله اللي اختار ما اقول لها اختار هو انا عمري خليته ما اختارش اختار اهو اختار هو منصوت عايزي معي تعالا حبيبي تعالا تعالا زي ما قدت لك كمان ان انت دك فرصة فكر وربناكم ان شاء الله تعالا انا عمد صوتك ده انت حبيبي تعالا تعالا والحمد لله الحمد لله بخير ايه اصل له حاجة في خبر وحش حاجة لا لا انه الا الله على الصبح كده ايه خير في ايه الجماعة بتوع جمرك السخنة نكلموني ايه المناسبة ايه؟ جد من ساعتين كده نزلوا عشرين كونتينر منتجات بلاستك وسلك الكهرباء عايز يغرق بيهم السوق من ايه اللازين اه؟ ده عارف انا المخازن عندي عمرانة وبعطش السوق نزلهم في ساكرتة فاهم ان انا نايم على اوداني وده هتعمل مع ايه يوسف؟ ولا حاجة انا عملت خلاص كلمت كل زبايانا وهوز عليهم البضاعة اللي عندنا في المخازن كلها واللي عايز هياخد واللي مش عايز برضو هياخد وان مش عايز ده هتخليه ياخد ازاي؟ يشتري خطيرنا وهي مرضو دال يا ابن العيم احيال وعد ايوسف؟ وبكده بقى غرقنا السوق خليه هو بقى بيقعد يترقع صوابعه جنب البضاعة بتاعته مين ده؟ ده بهاء اشهر سايز خيل في مصر لا والله بها ده بيتكلم كل اللغات انجليزي وفرنساوي وطالي واسباني كل ده بيعافش اكتب عربي أصلا هو وهو الناولي طب يعني هتجيت اتربيت هنا ده وانا بيعرفش اتكلم كلمتين سينية على بعد بقى لي سنتين بحاجة بقى لي كده بقى بخله الحصاة تلايش بقى انا معكي او مرة انا لي اتركي المترجم للقناة 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 تقلق المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم لك المترجم للقناة 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 انت تاكلوا بعد للنهار ده عودي يا حبيبتي عودي طب ويوسف في قاب فين؟ قالوا اتغدوا انتوا حيتأخروا بس انا مليش نفسها عودة كل واحد كده ماتوا عودوا تاكلوا معايا محنا حواليك اهو لا بص هقولك تعمل ايه انت تروح تقول لحسونا وجلنا يجو يتغدوا معنا تقولي ايه؟ تصدق يوسف بيه؟ كنت حانسى وقت باسم الحج سيد الدقاء عشو كات يلا ينسى بقى الاسم ده خلاص من ايه اراح الشيكات هتكتب باسم يوسف سيد الدقاء تمام يا ملك الشيكات كلها جاهزة تفضل شكرينا دوك حافظ شكرينا دوك هتزبط انت بقى مع زكي وهتشوف هتستلم امتى والكلام ده كله نوارتها دوك حصلت البرك متشكرينا شكرينا شكرينا شكري بيه تروح عليك مع السلام ازاك يا يوسف ايه ده ايه ده يا يهاب الدقاء في وكالة الدقاء هو ايه اللي جارة في الدنيا هلقلتها كلت عيالها ولا ايه؟ في مصيبة شكلها تحصل قلت اجاب اللغك بنفسي خير كمال الدقاء يا يوسف ماله؟ جاب والدته وجاي يقعد في الفيلا جاي يقعد في الفيلا يقعد في الفيلا يعمل ايه؟ ويا الحقيقة انا ما عرفش هيعمل ايه هو جال الجرمان من يومين وقال لي ان هو يعمل كده انا تصورت انه بيهدد زي كل مرة ما كنتش متأكد انه حينفذ اللي بيقوله فعلا وهو هو عارف ان الحاج مش موجود؟ عارف لا ولسه يقعد ايوة ليه؟ انت مفهمتنيش يا يوسف كمال جاي بوالدته وجاي يقعد في الفيلا خلاص مش هيمشي تاني جاي ايه اخويا؟ ايه؟ سمعني كده؟ اهدى بس يا يوسف عشان كده انا قلت اجاب اللغك بنفسي مرضيتش اكلمك في التليفون عارف انك عصبي وممكن تطور ممكن بقى تهدى عشان نعرف نتفاهم ونشوف هنالك اهدى ايه؟ اهدى ايه؟ ونتفاهم على ايه؟ ايى اللي احنا ممكن اتفاهم فيه؟ في اللي انت بتقوله ده؟ انا هروح دلوقتي ايه؟ هبطلن عند امه يا يوسف ايه طبل انت يا عم انت هيه هسم войظك chw وعيدك يا يوسف ايه ده umas انت جاي هنا تعمل ايه؟ طب قول سلامه عليكو الاول لا ما ترد علي يا جاي هنا تعمل ايه؟ ايه ماذا ده يا يوسف؟ ايه ده ايه ابن وصلي عالنبي؟ الله ما تستني انت يا حاجي على جهبها الله! ده ما بيردش علي! ما ترد على جهبها تعمل ايه؟ مش من حقك تسألني سؤال زي ده ايه؟ نعم اخويا! سمع هاني كده تاني والنبي! كويس اوي انك انت قلت يا اخويا! ومع ذلك هوليهلك تاني مفيش مشاكل! مش من حقك تسألني سؤال زي ده! اه! امال مين بقى اللي من حقه يسألك سؤال زي ده؟ كمال عنده حق يا يوسف! لما يجي صاحب البيت هو اللي اصرف معاه! لما يجي ابوك يكلمه! بابوه مش صاحب البيت! نعم! امال! امال مين يا صاحب البيت؟ الستة دي! اه! 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 ده انت جاي تسوه الهامل على الشيطانة! وتعمل الشيطان! بقولك ايه؟ يلا ابدي من هنا! يلا من هنا انو كلا ما ترد ورينو عام تكتافك! طب نزل ليدك دي بس واحترم نفسك! ايب يا يوسف ايب ده اخوك الكبير يا ابني! كبير ايه؟ الكبير! ما يخشش البيت زيال الحرمية! انا مش حرامي! ومش اغلق! تعرف كويس ايو مين فينا اللي حرامي! مين تاله حرامي يا اهلا؟ مين تاله حرامي؟ ما تقولش ايه؟ ايه معقولة؟ ما تقولش ايه معقولة؟ ما تقولش ايه معقولة؟ استخافة لا تختشيش! خلص كمال! خلص يوسف! انتو اخوات! هو ده يعرف يعني اخوات! ده ما يعرفش غير مصلحته بس! ورحمة امي! شوفوا رحمة امي! ما هسيبك اجمع! اعلم افخيرك الكبر! ولعلمك! انا كنت عامل احترام للصبر والحاجة يا فردوس! لكن انا اللي ميت يده علي! اعطاها! طب ايه انا نشوف بقى! مين اللي يده عضي الطيطة وركنه كمال! في ايه يا جماعة? في ايه؟ ايه الصوت والزعيدة؟ البيه! جايه حاستيستولى على الفل! البيه جايه حطي ايده على الفل! بس اما نشوف بقى! وحي! بص! نجوم السامن فيه اقرابلة! وانا امتلك هو كمال! يوسف! يوسف! ما تستنى يا ابنى عشان نتفاهم! ما عليش يا كمال! سبك مانا! ما تتمشيش يا كمال! ده حق! ات و امك! ده بيتك! صباح الخير يا كمال! صباح الخير يا حاج! باركين! الحمد لله! انا عارف انك مستعجل عشان سايب الحاجة في الفل! ده امسك ده ايه ده خليه معاك ما تستعملوش الواد يوسف معاه واحد زي ده وطول ده معاك حيكون قلبك ميت انا قلبي ميت من غير سلاحة حاج! ايه يا كمال بس المظلوم عمره ما بيرجع حقه بالعياط والنادبه واللاط مع الخدود زي ستات! الحق ما بيرجعش الا بالقوة! معاك حق! الحق ما بيرجعش الا بالقوة! والظالم عمره ما قلبه بيرق ولا عنيه بترغرق بالدموع! طول ما المظلوم واقف قدامه عمال يقوله كلام عطر! انما الظالم يا كمال ما بيسمحش في ودنه بالحاجة واحدة بس! صوت القوة! لكن بيخاف! بيخاف! لما يلاقي اللي قدامه اسد! وانا عاوزك تبقى اسد يا كمال! وعيدك يا حق! ان هما من هنا ورايح مش هسمعوا مني يا صوت القوة! صوت ما فيهوش لا زل ولا انكسار! ومش هخرج من الفيلا دي! اللي على جث دي! بعد الشر عليك! انا حميك برقاب دي! واقدر احميك كويس قوي منهم! وطول ما نعايش انا في ظهرك! كمال! ده زي اخويا الصغير! المهم ايه الحكاية اقول! كمال! كمال مين يا لب! كمال ابنك! كمال وكمال! جاب امه! وجوهم قاعدوا في الفيلا! امه ايه وفيلة ايه اللي قاعدوا فيها! فيلتنا يا حق! فيلتنا! ايه كلام الفلخ ده! كمال وامه عن ايه! الكلام ده حصل امبارح يا حق! امبارح! وازاي ما تقوليش على طول! يا حق ما لجيت اقولك! لما كان حفزي قاعد معاك هنا! انت قلتلي لا! الدنيا مش هتتهد واسبني بعدين! لا ده جيلة الدنيا تتهد وتتدردك وتتنير من الهلك! ده انا هاخرب بيته وبيت امه! والله طب ما انا مسكتلوش يا حق! ده انا شبط فيه وكنت هعمل جناية معاه! لولا بس ان خاطر نط في دماغي! قلت لو الحق بجيه! ممكن يغلطك يا حق! فارجع وقول له! هغلطك ايه بس! خلاص! اسبقني يلا! وانا جاي وراك انا هاخرب بيته وبيتان! الحق وصل! كمال يا ابني عشان خاطر! اهو عدروت ده عليه! اغزي الشيطان! ايه ده! ايه ده! ايه ده يا ولية! انت جاي تلقى حاجتاتك عليا ولا ايه! وجاي لي هنا في الليتي! قومي من هنا! بدل ما انت جاي انت وابنك تلمي بناكي عليا! صحيح اللي اختاش وماتوا! اخرص يا قط عيسانك! بس كويس انت جاي بس زفت لابنك معاكي! عشان ياخدك وتغور وما ترجعوش هنا تاني ابدا! ابني مش زفت! تقولش علي كده! اه! ما هو اصل لو انا زفت! يبقى لعيفي كده! انت اللي ما عرفتش تربي! عندك حق! انا فعلا ما عرفتش ربيك! انما انت ازاي يا كلب تجيب امك! وتتهجمه على الفيلا هنا وانا مش موجود! انا ما تهجمتش على الفيلا! انا جيت اخد حق امي! حق امي اللي استحليته وبيجري جوا دمك بالحرام! حرام! اخرص! اخرص يا حيوان! انت اللي ستين حيوان! ماشي ماشي! انا بقى هوريك من فينا الحيوان يا حيوان! معقولة اللي بيحصل ده يا بابا! حضرتك سيب هم يتخنقوا كده وانت واقف! سمر مركيش دعوا انت! ولا! خد امك واخرجوا من هنا دلوقتي حالا! وإيه اللي هخلي الليلة دي اسود ليلة هتشوفها في عيادكم! انسى! 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 يعني مش هخرج من هنا اللي على جثتي! ولا مفخيلكو ركبو انت امك ده! للدرجة دي! طب اقسم بالله! لما اخرجت انت امك دلوقتي! اللي حتفنكم مكانكم هنا! بتتفننا هنا! ليه؟ هو انت بقيت تشتغل تراب اليومين دول ولا ايه؟ تراب يا كلب! طيب! استنى! ايه اللي انت بتقول له ابوك ده! انت ستعني انت حيوان فعلا! خلاص! خلاص! الناس خافة لا تختشيش! يلاوي! يغسطي! يغسطي! ايه! احكادي اني انخلت! اخادي ان كده ايه! اخادي يا صاحبو! اتفعان تشتيني عامية! انا مش طاق نفسي! ولا! ولا! ااخر فصة قدامك! عشان ت 불ره البيت يا كلب! انا مش كلب ومش حمشي! يا جدا انت خور خد امك ده خور! انت حيستعمل لنك نهافل في الا! سيبوه اوسر! انا هفرق البندواني بالماغر يا حبي هيا قدرش بس انت ساعتها بقى الجاني على روح ده انت بترفل السلاح فوق الشابوك يا واط يا ناكر الجميل اللي هيقرب مني هقتلك انت اللي رفقتوا عليها السلاح الاول وانا لازم هدفع عن نفسك سبهولي بقى انت جتلي بقى انا اللي هقتلك بايدي وهيبقى ادفع فعلا عن نفسك عشان انت دلوقتي مختهم بيتي مش حاسين يا مابا يا مش عكية بشانك أنت يا حاج انا مش فاهم انت قاعدة نستاني ايه لا ما انتا لازم تسيبي الفيلا الوقت يعني انتا اقرأيك اقرب للي كم ايوم دول الله لغاية بسة ما نشوف الحكاية ترسى عليك الله انتا مش قايلي ان ريحة لما تبقى جديدة لازم تميل لها مظبوط يعني رأيك أبعد شوية لغاية ما يبان أصل الحكاية أه بس الدنيا تبان بس يا حاج على قولك وبعدين نشوف الزفت اللي اسمه كمال ده هيرس على فيه أهو نعرف هيقول إيه وإحنا نحضر نفسينا ونجهز الرد والله وجاتل عطب طابة بدل العيمة معلش معلش يا حاج عشان خطر يا حاج اتكر على الله عشان خطر أنا عشان خطر حبيبك يوسف ابنك يا حاج بس بقى طمني أول بأول والله يخليك ماشي حاج أبا أقولك إيه أنت هترسل كده على فين أنا هروح أريح شوية في المهندزين ماشي حاج السلام السلام يا حبيب السلام 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 مين ابن السيت اللي اتضربت بالنار؟ هل ده بطب هيا اسمها ايه بالكامل؟ سعاد عبدالله محمود وانت اسمك ايه؟ كمال سيد الدقاء انت ابن الحاج سيد الدقاء؟ ايو وهي ست الوالدة تضربت بالنار ازاي يا استاذ كمال؟ موسيقى 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 والدي أصلا هو كان بينظف البندوية بتاعته فاروسوها سحار جدا وهو فين السيد الوالد؟ في البيت في البيت؟ بيعمل ايه في البيت؟ أصلا هو حضرتك يعني تايب جدا واغمع ليه بعد اللي حصل ده فجبنا له الدكتور هناك لحد البيت ماشي عموما انا هستنى لغاية لما ان شاء الله نتطمن على الست الوالدة وبعدين نبقى نكمل التحقيق طب حلطك عايز مني اي حاجة تانية؟ لا اتفضل انت دلوقتي ربنا يستر هبعدين واخر يا رب انا جد ما تشكرها وهي كاميرا علمتها ده مش عرفوا قولك انا مفيش في الماء حاجة دلوقتي غير امه نفسي الطام العلمي وتقوم بالسلامة طيب اللي فيه الخير يقدمه ربنا ان شاء الله يا رب كمال ابني وبعدين بقى انا مش عايزك تزعل انا ما كانش قصدي ان اللي حصل ده يحصل ملكن قصدك ايه؟ تقتيل نانا ده كلام فيه حد يا ابني بيقتل ابنه اللي حصل بصراحة ان انا دمي فار لما اسمعت اكت قد قول ما عرفش ربي والكلام الفارغ اللي انت قلته ده فانا قلت اه اضرب طلقة في الهواء الم بيها الضور يعني ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حكيته لي سامر في التليفون؟ ما عصلش حاجة كل خير ان شاء الله المسألة بسيطة اسمع يا كمال يا ابني يا ابني الضفر وعمره ما بيطلع من لحم طيب مني على ولدتك يا كمال اخبارها ايه؟ في الانعاش ماما في الانعاش يا ايهاب ده على كده الحلف منتهى الخطورة بقى منتهى الخطورة ايه بس؟ ولا خطورة ولا حاجة الدي كاترة شافوا ان وجودها النهاردة في الانعاش احسن لها انما بكرا ان شاء الله حنهلوها قضة عادية مش فيها يا رب العامين يا ربك تبليها السلامة ايه وكل مرضانا تبع اخير حاجة تبع اخير حاجة تبع اخير عبيب مالك حاجة شكلك بيقول ان مزاجك واحش تصدق بالله؟ انا كمان زيارك بالظل انا طول الليل مبارح دماغي عمالة اضرب تالب ولا عرفت انام ولا دية ليه يا ابني وانت مالك بس؟ مالك ازاي حاجة ما احنا اللي طلعنا خسرانين من الهيسر اللي حصلت مبارح دي خسرانين ازاي بان؟ خسرانين ازاي ايه؟ الواد ريكب ودال دا رجلية حاجة ليه دا ما اتهالك بكرة تشوف ابوك عامل ايه؟ اتهالي سيحاجة طالعا ما هو كده كسر كلامك وهيقعد في الفيلا وقتر من كده كمان قال لي هادبوا عليك قدام كل الخلق اللي في الفيلا مالش مالش الصبر طيب يا يوسف سنى علي تبصوا دي حاجة بص يا يوسف اهنا دلوقتي ايه الغلاط ركبنا والوقت عامل فيها شاهم مردش يجيب سيرتي قدام البوليس وبعدين امه لسا في المستشفى يعني ان يا با شغالة وده لو غير اعواله ممكن يدخل نفسين واجيمه موال ما احناش قدوا دلوقتي يعني ايه حاجة يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده حاجة انت لنا واسيب الوقت حاجة اسيب مين صبرك بالله اقسم بالله لواري ايام اسود من غرنا الخروط اهلن 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 سعاد الباشا اهلن سعاد الباشا اهلن 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 يا فندم اهلن 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 يا هالن اهلن يا هالن منورين الدنيا والله سعاد الباشا اهلن سعاد الباشا اهلن سعاد الله يسلم عليك بحيزك يا مادم اللقاء اهلن حضرتك ألف مبروك الله يبارك فيك مرسيه كلفت نفسك كتير يا حاجة سايد تجريف ايه يا باشا ده اعنا عاشين في خيرك ووقنين بصرحة انا عمدتش حاجة انا لوحدك والطلوس انما باركة في يوسف ايه اول عمل كل ده مرسيه يا انكل مرسيه يا يوسف كلك زوق يا حاجة وليك معزة خاصة جدا عند معالي الوزير والله انتقولوا لكم معزة كبيرة قوي يا هالم عندنا مرسيه يا كمان عن اذنكم اه بقى نعم بقى ناسا نادا طيب كل سنة وانت طيبة يا هالم وانت طيبة مرسيه واو واو ايه واعشاني؟ لا بالعكس ده حلوة قوي بس ده شكل وغالي قوي يا يوسف فيش حاجة تغلى عليك يا هالم شوفي كده يا مامي؟ الله زوقك لطيف قوي يا يوسف انت جيت على نقطة ضعف نادا بتموت في الألماز اه اتفضليش فيه كده الكه حلو بجد والله يتلع زوقك حلو يا يوسف عشت عشت يا ستركوها عشت شكرين مرسيه يا مش بنت معاليك برضو كانت بتدرس في الخارج؟ ايوه هي خلصت دراساتها واحتيجي تعيش معنا هنا في مصر مش كده نادا؟ وكي ما تحويشت وراتها انا لسه ماخدتش قرار في الموضع ده طب والله يا برافو عليك يا نادا ان انت عارفة تعيشي لوحدك في كندا من ساعة اختي بتجوزت وهي عايشة معاها برا اما انا بقول كده برضو حضرتك مش ممكن حتطميني وهي بتدرس لوحدها برا في الخارج ليه بسي حبيبي كده؟ البنات خلاص بقت حرة ومستقلة بتعرف تعيش لوحدها مش لسه هيستخب ورق اهليه وموس كده؟ عندك حق يا مادام لك اهم بتعرف معاها برا ده ماك خافي في قوي يا يوت بتدعلي حاجة بتدعلي حاجة حتى في المناسبات اللي زي دي جاد ما بينساش البزنس اهواخد معليه على جنبه وعمال يرغي في الشغل هتقوليني اهو جاد ده شاطر قوي لا هي بكده بقى مش قشطر منك انت يا حاجة ده ما سمع ان انت حوت السوق كله مش للدرجاء دي جاد برضو رجل شاطر وناصح طب يريد تقولي في ايه بقى؟ فيك انت كنوا لاقي وحدة زيك ويعرف يقرب منها ويعرمها منو ده دليل على انه رجل ناصح قوي مرسي حاجة عن مجاملة اللطيفة دي والله ما يا مجاملة ولا حاجة ده كلام بجد والعلمة الناس كلها بتحسد جاد عليك وأنت بقى من الناس اللي بيحسده؟ مش هخب عليك أكيد انا بحسده قوي بس سبحان الله ويأثرش فيه إنه متحصم لا بس دي حاجة حلوة قوي ان انت يعني بتتكلمة عرب كده يعني رغم ان انت عايشة برا على دور ايوة انا عندي صحابي كتير قوي عرب ومصريين اه وعندك بقى أصحاب هنا على كده ياسم عندي بنوتة كده صاحبتي بقالها فترة انتمتي اسمها سالي حبقى عرفك عليها رشا عم اللهي لو في نصيبه وفضلتي قاعدة في مصر هخليك تحب مصر قوي ما انا قريدي بحبها لا لا انا مش قصد يعني الحبية ما نعرف الحبية قصد يعني هوريك حاجات انت عمرك ما شفتيها إزاي، يعني.... الهرم.. وشايفاه وعارفاه لا.. ً فههة... حرمي بس.. تهرمي،今日は أبنائك من أنك صاحARK كالتي رحمة رأس. يعني ايه لحمة رأس? يعني ايه ايه لحمة رأس يعني يعني تعرف البلوبيف البلوبيف يعني واللانشون والحاجات دي هو بقى ايه هو بلوبيف ولانشون كده بس شعبي بيجيبوا بقى رأس العجل لما واخذت كده وما حدتها على القرمة نزل بيها على القرمة ومقطع بقى ونروح بقى ايه هواكلك لحمة رأس في النصرية عند الوقت شغل. بقى إنت واو شاكلينا هنبقى صحاب موت. يا ريت. يا ريت انت بس اسلميلي نفسك كده. اقولك على حجا اعتبريني شركة سياحة. اسلميلي نفسك ومش هنفعك جنيه احد يا سيدي انا موافقة الليمتلك نفسك يا رفت. عسل عسل دي فرصص لا你 بسطنا مع الوزير انا شاف البورصة واعها في الارض بس وضعها المادي الجامد قوي انا شاف ان القوحة ده وراه لعبة كبيرة وانت من امتى بتهتم بالبورصة يا جات؟ لا باش انا بفق بكل حاجة ممم عموما سيب لي الموضوع ده وبقى هرد عليك لا هو الحل بسيط وسهل قوي انا بقول ناس كبار يشتروا الاسهم بتاعة الشركة دي في الحالة دي انا هشتري وراهم على طول صدقني يا حق البيزنس في اللبس يكسب جدا ما تقلقش انا مش تساعد اتقلق ومش مكسب وخزارة انا اللي حكي ان انا في التجارة ما احبش اخش في حاجة مش فاهم فيها حاجة من اصلا انا بفهم بقى يا حق مش هضيعت ما تقلقش بصراحة بقى انا سيولة مأثرة معي اليومين دول شوية ونفسي اشتري كم مركز حلوين وكميات كبيرة انفع تساعدني اوه بقولك ايه هو انت معرفتيش تقلبي جاد قلت يا ميل على سيد وسهل اقلبه يعني حيب الكلام اللي بتقوله دا يا حق انا لو عايز اقلب جاد اعرف كويس اقلبه واميل دماؤه على الاخر بس انا بصراحة ما بحب الشغل القرايب داخل فيها عواطف ومشاعر جاد جوزي لو اختلفنا هتبقى في مشكلة لكن لو انا وانت اختلفنا خالتي وخالتك وتفرقوا الخلات انا كل حل هو موضوع يستاهل افكر فيه وعلى طول حولك رائع إن شاء الله واني مستر ميه هاهاهاها عارف يا جو انت لاطيف خالص وجديد جداً والله ده انت اللي عسل عسل بالاشترا شوكولاتة بالجوز واللوز والمكسرات كلها واحنا واحنا نبدأ بقى امتى الرحلات سياحية بتاعيتي ها؟ لا يوجد مشكلة أفوي انتوا زي تستنوا علي لما حدتوا بتشوق بالشكل دوت والله يا دكتور احنا مأثرنوش في حاجة هو مش بياخد الدهوة في معيده نجيت للحق يا دكتور كان فين قبير شام غالي بياخده بس من ساعة ما خلص ما قررناه ما قلت ليش ليه ا ا ا ا ا ا ا ا انا كنت حجيبه اوه مش وقت وكلام دوت المريض لازه ميطلع العناية المركزة فورا طب المطلوب كام يا دكتور لا احنا في مستشفى حكومي دي مجاني بس لازم تصرفه في أمبوبة أكسوجين معلش نقصة في المستشفى شوية دكتور طب الأكسوجين دي أجيبها من إيلي؟ من برا المستشفى طب بكامل؟ مبلغ وقدره شد حيلة كل فلوس صرفتها في تاكسي عفاف خدي أمك وطلعي فوق عند أبوكي وأنا هعمل مشوار وجاي على طول هتروح فين؟ هجيب أكسوجين ترجمة نانسي قنقر ولله يرحمك يامو عم تولي عامل إيلي دلوقتي؟ والله يابدنا ساعة ممشيت محدش خرج قال لنا اي حاج احط الانبوبة اه 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 اطعتي نفس يا عم كتر خير كتر خيري؟ كتر خير مين يا عم؟ مالبين قوبة العربية؟ اه 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 من زيت كالك ساعة العربية النص النقل معروفة بثمانين جنيه تمانين جنيه ليه؟ اه 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 اولا كنت ركبت بالطيارة؟ يا عم هو نظام كده يا عم امممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم موسيقى 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 روح انت موسيقى قديمة عزاك إيه؟ مغمورنة حجر اتيت القرو�kiej السخنة حتوصل إمت noises إليه ما فيه تضعت عيدي ؟ ايوّها لعيدي على كل حال انا قريب يا عجبلك سكرتالة جديدة عايزك تسنتفها وتعلمها الشغل وتأتي بلك منها وعيني يا حق هسنّفها وعلمها بس سيطرة مش بعد كده بقى تتنقل من سكرتاريا للبيت عند سعادتك ترأيه يا له هو ايه أنا قاعد باستطاد سكرتريات ولا ايه؟ سعادريتك متاخذنيش يعني شعي جامد يا حق تعتذر معي ولا ايه؟ انا هاسب حق انا مقصودش الله طب يلا غوروا من هنا ما تجيش يلا بشي حضر حضر يا حق يلا يا ابن انت عمري ما كان لي يا صحاب كنت دايما محبه حبيت وانا في الجامعة حبيت واحد يعني بس للأسف هو حب نجاحه اكتر منه فجوزت جيت ومن وقتها قررت ان هدفي الوحيد في الحياة هو النجاح والتنصه بس تاني ان الاخر كده بعت قلبي عارفة اول مرة احس ان انا قدر اتكلم افات فضل حاجة غريبة ايه لما الواحد يحس انه وحيد اول ما انه حواليه ناس كتير انا عيشت عمري اللي فات ادور على حقي منسيت نفسي منسيت نفسي منسيت تمامي منسيت لشعري منسيت الحب منسيت الحقيقة الوحيدة ان احنا منعرفش ان عيش ممن الحب احنا منتولد وهو جوانا كره لسايدة دقاءة بوت اي حاجة جميلة ممكن تتولد جوانا منسيت 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 اوال مرة حس ان انا ان انا قادر اتنفس قادر اعيش انا مبسوط قوي ان انا قابلتك هنا وانا كمان مبسوطة اوال اوال لقاء لقاء نعم 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 ايه حبيبتي مالك وزعي ليه كده ايه بزعه ولا ما تزيل اه انتي كنت فين كنت في ستين الف دا يا اخي ايه دا ايه دا ايه دا بعد الشرع عليك يا حبيبتي مالك يا حبيبتي فيه ايه مالك يا حبيبتي فيه ايه مالك يا جلد لات عمان واقرفانا قوي لجلد انا محتاجة طلع استريحة ممكن طب خدي بس طمينين عليك انت مش طبيعتي فيه يا نقاء قدتلك ارفعنا وطعبانا وزحقانا وعايزة استريحة انفعت سكت استريح بقى الله لقاء افهميني بس يا مانتي ناس تكلم معايا لقاء على فكرة يا انتي من ساعت واسا فيه انت وانتي ايه اجعل مطيرة فيه حاجة دايه انت كنانك مفيش طب بص يا بدي بس اقعودي مع نفسك كده بيدوق وفكري وبعدين يقولي لي ايه اللي انتقي بسط جاد ايه يا حبيبتي طلقني مالك حبيبتي مالك فيه ايه انا مخنوة مخنوة طب ما ما احنا كلنا بنتخنق عادي جدا مالكات هو اي واحدة كده تتخنق او تبدايق شوية تقوم كده تطلب الطلاق من جزء على طول يا جدا فهمني انا مش حاسة اني سعيدة اصلا بس سعيدة معي انا ليه يا حبيبتي هو انا معاك ان عليك او لحاجة على فكرة انا ما قلتش كده مالك رجاء يا اخي اعتبرها حالة نفسية وبدل ما نزيد ويحصل بيننا مشاكل ونتقلب اعداد بعد ما كنا اصحاب ده مفصل احساب يعني بجد بعزك بتعزيني طب طب النقاط خلي بالك ان فيه بيننا شغل وفلوس وبزنس والطلبات اللي انت طلبتيها مني دي دلوقتي ممكن تأثر على اللي بيننا بزنس ايه؟ بزنس ايه؟ يعني اولع في نفسك عشان البزنس بتاعني هو ده اللي هيتفعني تولعك نفسك؟ واكتر بتجيني كمان طب ممكن اطلو من الطلب تفضل تفضل بقعد مع نفسك الكاب ورجعك كل الكلام اللي انت قلت اهولي دلوقتي بس لازم تفتكري حاجة حاجة كامدة اولا ان انا بحبك تفتكري كويس اول ايام اللي بيننا انا كنتش عينك على مفرفر راحة لكاب بصة كنتي الناس اقولك على فكرة حيبا قوي لقاعي حنا طلعين مع بعض اللي عين السخنة عقدك معاي وقعد هناك شنبهوا ممكن حالتك النفسية تهدى شوية فكري ولما ترجعي قررين طب كنتي لسه عاوزت اطلقين صدقيني جديلي طلقني اجادا وانا هطلقك على طول مش عارفوني يا عامل خليه حمل العربية على مجيني اه قولوا استنى اه مجلش مبارح ليه يا عاصي عندك يهو صدق صدقيني صدقيني خير حج خير ان شاء الله بني وبينك اه اصلا سمعت خبر كده مش عارف حيكون رأيك فيه خبر ايه حج خير خير ان شاء الله يعني اصلك من ساعة ما كلمت بنت سعدته مفيش خبر اللي هي اتكلمت ولا مو هتكلم اللي كان واجه دماغي كل شوية عايزين خدمة يا حج عايزين خدمة يا حج بصراحة حج انا الموضوع ده كان ارقافش كده في دماغي و انا بصراحة ما كنتش عايز ابيان لك وكنت ناوي اكلمها النهاردة لا 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 كويس بقى انا كنت ناوي وانك مكلمتاش فعلا ليه؟ اصلي بصراحة ربنا انا لما لقيت الموضوع ماع وبوخ قلت مش حاسكت بقى روحت باسك الموبايل وامكلم معالي الوزير قلت روها معالي الوزير ايه الحكاية ازاي سعدتك يعني اه اخباركو ايه؟ قال لي هو برضو الكلمتين الفارغين اللي انت عاد بيتقالوا في الحاجات دي ايه يا حج وبعدين بعد الكلمتين اللي بتقالوا في الحاجات دي حصل ايه؟ انت ابني ما تصرب عليه ما تستنى قلت له يا معالي الوزير يعني من يوم يوسف ما كلمكو ما اسمعناش منك ولا حس ولا خبر ايه الحكاية؟ وبعدين يا حج وبعدين ما انا لسه بقولك وبعدين اهو؟ لقيت الراجل قال لي كلمتين ما كنتش هتصور انه ممكن يقولهم لي ابدا ابدا ايه يا حج اتكمل يا حج وبعدين ما انا هكمل اهو قال لي انت بتسأل عالطلب بتاع يوسف يا سلام يا حج سيد يا دقاء ايه يا حج وبعد ما قلت له يا سلام وهو قال لك يا سلامين وبعد السلامات دي حصل ايه؟ هو قال لي بس يا عم الحج سيد يا دقاء يا عظيم هو احنا معقول هنلاقي في بر مصر ده كله حد زيكم وزي ابنك يوسف بجد بجد يا حج ايه والله ايه بني لك كده بجد يا حج بجد بجد الف مبروك يا حكومة بجد الله يبرك فيك يا عبو الحكومة ايه يععمال حكومة يا طرى إيه اللي غيرها بالشكل ده يا طرى إيه اللي حصل في سفرية شرم الشيخ دي يا طرى عندها مشكلة في الشغل ومش رضيها تقول وهو ده اللي معكلا عليها ولا يكونش التغيير ده وراء سيدي الدقاء أو يوسف ابنه هم كانوا عندها في المحل بس لو كان في حاجة ما كانتش قالتلي إنهم رحلها بس أنا برضو ما استبعتش أي حاجة من الدقاء وابنه ولا يوسف دلوقتي أنا فكرت كتير في الموضوع بتاع الواد الاسم واحد ده قلبته في دماغي يمين وشمالي ولقيت إن أحسن حالي إن أنا اعترف بي وأقول ده ابني ويا درما دخلك شر إيه رأيك؟ طب والله عين العقل يا حاج عين العقل منك خلينا نفوق لشغلنا بقى ونخلص القصة دي ده رأيك؟ طب تعالوا برايا وحيد وحيد مبروك يا وحيد ألف ألف مبروك 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 على إيه؟ الحمد لله ربنا نصرك في الآخر وكمل صبرك على خير طب فهموني إيه اللي حصل ألا أنت متعرضش وحيد أبوك اعترف بيك يعني أنت بقيت أخونا راسم فهم؟ بلخط يا أخويا بجد؟ أنا مش مصدق نفسي أم البابا فيه؟ بابا وحيد وحيد أتتكلم عادي إيه ده؟ وحيد عادي تتكلم عزم مننا إيه ده؟ أنا متكلم مبروك مبروك وحيد ابني حبيبي يا نور عيني وحيد يا ابني أنا باعترف أنا كنت تغطان في حقك أنت ابني وربنا نقدرني وعوادك عن كل دي أضاعت منك أنت ابني سيد الدهاء أخونا نخليك بي يا أبا ربنا نخليك بي حبيبي وحيد ما كان أخلك في حقك يا وحيد يوسف أخويا حبيبي أنا فرحان قوي أنا فرحان قوي يا جماعة أنا مش مصدق معقولة كلكم جنبي أمال فين حسونا؟ وفاردوس وجنة فين؟ إحنا كدين جنبك وهو مبسوط يا وحيد مبسوط قوي بس فرحتي مش هتكمل إلا لما تبقى جنة جنبي موسيقى موسيقى